موسيقى اليوم بنك الكدس في اراضي كفين قام بتبرع في اشجار زيتون لزراعتها في اراضي وشافين قرب الجدار العزل والجدار الفصل العنصري الهدف الاساسي من الاشجار اليوم هو سبع اائلات في قفين على اساس يكون فيهم مصدر دخل في المستقبل اللي يقدروا يعتاشوا منه وبالاضافة انه تعمير الاراضي وخاصة لقربها من جدار الفصل وهذا بيجي كمان من المسئولية المجتمعية لبنك الكدس اللي مواكب دائما لتبرعات بمجال الزراعة في مجال الرعاية الطبية الصحية في مجال التعليم في كل المجالات بنك الكدس من البنوك المتميزة على مستوى الوطن في مسئوليته المجتمعية تجاه وطنه وتجاه المواطن وهذا ترسيخ لشعاره بنك الوطن والمواطن وسيبقى دائما كذلك ان شاء الله بنك الكدس دائما يبادر في تقديم الدعم والمساعدة لقطاعات كثيرة من ابناء شعبنا الفلسطيني وخاصة المتضررين من الجدار وكان هذا التبرع بمثابة رسالة ان هذا البنك من مسئوليته الاجتماعية والاخلاقية والوطنية ان يقدم التبرعات للفئات التي تناضل من اجل البقاء ومن اجل الزراعة ومن اجل الانتاج في الاراضي التي تضررت من الجدار احنا اليوم حيث في فعالية في اراضي قفين المحادية للجدار يأتي هذا النشاط برعاية بنك الكودس طبعا وبالمشاركة مع مركز لوجكا لاستشارات اعطونا منحة من شان مساندة نساءنا عضوات الجمعية في اراضيهم ودعم سمودهم بزلاعتها بأشتال الزيتون من اجل الامن الغدائي توفير الامن الغدائي لهم طبعا منحب بداية نشكر بنك الكودس بشكل عام وبنك الكودس فرعة والكرام على رعاية برنامج توفير امكانية لأشتال زراعة أشتال وأماكن أراضي زراعية جنب الجدار طبعا احنا هون بنحكي عن منطقة جنب الجدار تستهدف نساء بتعيل أسرها طبعا المشروع يعني كتير له فوائد وإلو أبعاد اجتماعية وسياسية وما إلى آخره طبعا احنا في مركز لوجيكا بسعدنا أنه نكون قائمين على تدريب النساء أنه كيف يضمنوا الاستمرارية كيف نقدر نتبع معاهم أنهم يقدروا من هذه الأراضي اللي احنا زرعنا لهم إياها يقدروا هم يكونوا على أدحالهم تمكين اقتصاد لأيهم شكرا للجميع هاي الأرض يعني كانت بسبب قربها من الجدار مهملة بشكل تام فلما احنا أخذنا هذا المشروع من بنك الكودس اقترحنا على ست سبع نساء هن يعني مالكات لهاي الأرض ودعمناهم إحنا الجمعية دعمناهم بالأشتال وهي هم ما شاء الله مبسطين وزرعوا ومتأملين سنة سنتين يعني الواحد بتشتري زيت كل سنة عندها عيلي سبع ثمان أنفار تسع أنفار بيقدهاش خمس ستة نكاز زيت يعني هم بتلقوا هني موفرات من أرضها إشي يعني إنجازها بالنسبة إليهن